موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم معكم مراد فيديو جديد قبل أيام خرج ريكو فيروفن في أحد البرامج الحوارية وتحدثت على مجموعة من الأمور التي تدخل النزل القادم علاقته مع بدر هاري وأيضا مع جمال بن صديق قال أنه يحترم بدر ويكره بن صديق بشدة ما هو السبب وشكين عوامل أخرى لا تسترق لها ريكو هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا المختطف من الحوار الطلاب موسيقى 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 أنا أنا أعطيتك من أعيض. أنا 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 أعطيتك. وأعطيتك من أعطيتك؟ أجني شيء أنه ينتهيزه في رأي او في التخانف الأنحية. في هذا الطبيق lud. أجني أعطيًو. أعطي 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 مان. أنا أعطي المان. أنا أعطي مهم جمو من ده. عندما أعطي 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 أكتب في حلوثي، أن تعطي رحالك وظه تحصوراً. وأن يتكقول أن يريد على اخشفتكم ويديد زي أرعب الذي أرعب بليمه هذا الموقف عليه فقد قامت في مجمع أحضر وأحضر مال أحضر أحضر وله أحضر فم الانتعسى وحضر يحث أنت منه نهائه منتهيه وقته لديه حيث أن يعمل وهمه رفعه في أخي. ويلة يقول أنه يقول في الجانب لا يقول أنه يقولون أنه النهر نهسم لي بيقانه يمكن أن يعرفه الذي يعلم أنه لوحي أنه يقوله بيتك أنت تخيله أنني تقول أن الله ينسيزم ويجب أن يتأي عبداله أن يفضل أجل المعيزم ما فعله أجل النحن من أكو شغ pode أنا سويا لا يسساعد ؟ المعي بادر اعجب بادر عدن لا يستحق نحن نحن معي نحن نحن نسيحة 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 كنت هذا هو كنت الذي يمكن أن يكون أثرستداء نجد له في نهادة يمكن أن تكون فهل هذه الحالة فهل جهل ورفه положه إليه يعد إذا قبل النزال الأخير اللي جمع بنت صديق وريكو في المؤتمر الصحفي وقع بيناتهم مشدات وعنف لفظي وتطور الحركة لما تنتبه لها الكاميرات الرسمية للغلوري حيث قام جمال بنصديق بتصرف غير رياضي في حق ريكو هو تصرف اللي شارليه في الحوان لكن ريكو لم يشير أيضا إلى أنه ما بين أسباب العلاقة المتوترة بيناتهم هي الضربة القادية اللي سقط بها في نزال سابق جمعه بنصديق سنة 2011 واضطر انتظر 6 سنوات باش ينتاقم مع الأخذ بعين الاعتبار للمدة طويلة اللي بتعد فيها بنصديق على الرياضة بسبب المرض أما بالنسبة للعلاقات مع بادر هاري فهي معروفة وبعيدا عن حلبة الكيك بوكسينج تتجمعهم علاقة ويدية واحتى المناوشات اللي تتصدر منهم في المؤتمرات الصحفية فهي تتبقى عادية مدامة لا تستجاوز الخطوط الحمراء المحددة في عراف الرياضة القتالية وصلنا لنهاية الفيديو كيف ديمان تلقى في تعليقات شكرا على المتابعة السلام عليكم